اهلا بكم في فيديو جديد. في الفيديو ده هنعرف كل حاجة عن طائر الفشر ويلا بينا سريعا خلينا نبدأ. موتنه الاصلي. موتن العصفور الفشر الاصلي هو جنوب بحيرة فكتوريا في قارة افريقيا. وده بيعتبر من فصيلة البغبغوات. وهو طائر مشابه جدا لطائر الروز. لكن بيبقى اصغر شوية في الحجم. وليه جفون بيضة على عكس الروز. هم متشابهين في الصوت لحد كبير. صوتهم طبعا بيكون قوي جدا للي عارف الروز. النظر اللي ان صوته عالي بننصح بتربيته في بلكونة او في جنينة او مكان مخصص للتربية. اتنين التغذية الاساسية العصفور الفشر. لب عباد الشمس بيحبه جدا وعشان كده بيفضل ندهوله يوميا. الفلارس تبقى حبوب مفيدة جدا ليه. الفواكه والخضروات بصفة عامة. ويفضل تعمل جدول اسبوع بكده. تلاتة موسم التزاوج والعصفور ده زي وزي كتير من العصفير. بتبتدي فترة التزاوج بحلول فصل الشتاء. يعني تقريبا من اول اكتوبر لحد شهر يوليو. بعد كده بيفضل انت تريح العصفور عشان يستعيد قوته مرة تانية. عدد البيت بتروح من تلاتة ست بضغط عسب صحة الانسة. مدة الركاد على البيت بتبقى تقريبا من واحد وعشرين يوم لاربعة وعشرين يوم. ببتدي البيت يفقس. انواع طائر الفشر وطبعا هناخد بعض منهم مش كلهم. واحد فشر اغدر. فشر الاخدر هو اللون الاصلي للطائر قبل ما يتطور ويظهر منه بعد كده الوان كتير جدا. يعني لون العصفور الفشر الاصلي كان اللون اللي قدام حضراتكو دوت هو الاخدر. وبعد كده اتطور وابتدى يطلع منه سلالات جديدة والوان جديدة. حتى اللون الاخدر نفسه اتدى يتطور ويتحور وبقى فيه منه الوان كتير زي درجات الاخدر زي الزتوني والاخدر الغامق والاخدر الدهبيات. كل ديت الوان تلعت من اللون الاصلي واللون الاخدر ده لون ممتاز وفيه ناس بتحب تقتنيه وتربيه. لان هو بصراحة لون جميل جدا. والصورة اللي قدام حضراتكو دي ظلمه كتير لانه في الحقيقة احسن من كده بكتير. فشر اصفر اللاتيني. الفشر اللاتيني ده بيبقى زيه زي بقية اللاتيني بقية العصفير. يعني لونه بيبقى اصفر صافي. راس الطائر ومنقاره ووشه ولون عينه بيبقى احمر. الراس والمنقار والوش ولون العين بيبقى احمر. وطبعا الجفون بتبقى بيضة زيه زي بقية الفشر. والريش بيبقى فيه جزء في الجناح ابيض. ده بنقول عليه فشر اصفر او لاتيني. وده بيبقى ماسك سعر حلو جدا لو بتربي بهدف الربح انصحك تربي اللاتيني في الفشر. الفشر الاصفر اللاتيني وفيه ناس بتقول عليه الفشر اللاتينو اللي اتنين صح والاتنين يمشوا. تلاتة الفشر الازرق الفشر الموف الفشر البلو. كل ده اسماء نقدر نقولها. فيه منه كزا درجة ازرق وازرق فاتح وبنفسي جي. الفشر ده بيكون ليه شعبية جامدة بين المربيين. وسوقه ماشي جدا. ودايما بيكون عليه طلب. اللون دوت جي عن طريق مسج اللون الرمادي في الفشر مع اللون الاسود في الفشر. تلع اللون اللي قدام حضراتك دوت بدرجاته بجماله. سبحان الله حاجة جميلة جدا. وطبعا بيكون لون جميل جدا ومن قر الطائر بيكون لونه ابيض. وراسه بتكون اسود. اربعة فشر الالبينو. الالبينو زيه زي البين تفرات بقية العصفير. اي البينو بيكون لون الطائر ابيض نكي جدا بدون اي الوان تانية. ويكون لون عينه حمرة ومنقاره ابيض. ابيض شمعة مفوش اي حاجة خالص زي ما حضراتكم شايفين الصورة قدامكم ده بيكون اسمه الالبينو. الالبينو في اي طفرة عصفير سواء استرالي او اي نوع تاني او الفشر بيكون موصفاته واحد عين حمرة. ابيض شمعة مفوش اي شوائب. وده طبعا من اغلى انواع تفرات العصفير الالبينو. دايما عليه طلب دايما ماسك سعر دايما سعره غالي. الفشر الالبينو او استرالي الالبينو او روز الالبينو او كوكتييل الالبينو. الالبينو دايما هو 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 اللي فارد سيطرته وكده نكون شوفنا بعد تفرات عصفور الفشر. اتمنى تكون استفدت في الفيديو. لو كنت استفدت باي معلومة اتمنى تعملي لايك وتفعل زر الجرس وتعمل اشتراك للقناة. شكرا لكم و الى اللقاء في الفيديو جديد. اشتركوا في القناة